السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نحن لتدريبات الأضواء تدرب على قصة غابات البامبو من منهج اللغة العربية الجديد للصف الثالث الابتدائي لفصل الدراسي الأول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب تدرب على قصة غابات البامبو واحد فكر واحد انظر ثم ادمج لتكتشف أسماء وأماكن بعض الغابات حول العالم الصور رقم واحد دي غابات ألف لام صاد يهنون غابات الصين هنكتب هنا الصين رقم اثنين هنا ألف صين حرف البي ألف ألف نون تبقى غابات السفانة نكتب هنا السفانة الصورة الثالثة معنا ألف ميم ألف زال واو نون غابات الأمازون فنكتب هنا أمازون الصورة الرابعة عندنا ألف صين ته را ألف لام يا ألف غابات استولاريا فنكتب هنا استولاريا رقم اثنين تخيل حياة دب البنضة قبل أن يتدخل الإنسان فيها ثم صله بالحياة الآمنة التي تناسبه دي صورة دب البنضة نوصلها بصورة غابات البنبو نوصلها بيها رقم اثنين اقرأ واكتشف رقم واحد صل بالمعنى المناسب للكلمات الملونة في كل جملة مما يلي الترحال من بلد لآخر يعطي للشخص خبرات عديدة الترحال الترحال معناها التنقل نوصلها بيها بعد كده يقول لك أحب أن أتصفح الكتب قبل شرائها أتصفح معناها أقلب صفحات نوصلها بيها بدأ انحصار أعداد المصابين بفيروس كورونا انحصار معناها قلة نوصلها بيها انقرض نمرو تاسمانيا بسبب الصيد الجائري والتعدي على بيئته انقرض معناها اختفى نوعه نوصلها بيها تمت إقامة محميات للنمر الروسي الصيني للحفاظ عليه محميات معناها مناطق لحماية الحيوانات نوصلها بيها صيد الحيوانات النادرة يفسد التوازن البيئية يفسد معناها يضر نوصلها بيها في رقم اثنين العبارة صحيحة كانت رحلة أدهمة الصابقة للصيني رحلة مملة العبارة خطأ السلوك البشري يؤسيئة العبارة صحيحة اختفت معالم غابة الخيزران بسبب عوامل طبيعية العبارة خطأ يتغزى دب البندا على سيقان الخيزران العبارة صحيحة في رقم ثلاثة من خلال فهمك للقصة اختر نجابة صحيحة الذي يقوم بدراسة الكائنات الحية هو عالم الفلك الأصار الأحياء عالم الأحياء فنختار الأحياء نغط يزيد من ثقافة الإنسان الصفر الكسل النوم فنختار الصفر الصفر يزيد من ثقافة الإنسان الصيد الجائر للحيوانات يؤدي إلى زيادتها انقراضها نموها يؤدي إلى انقراضها فنختار انقراضها قطع الأشجار بمنع الصيد وإنشاء المحميات للمحافظة على الحيوانات من الانقراض ولكن علينا توعية الناس بأضرار قطع الأشجار لأنها تفسد النظام البيئي ألف هات من الفقرة كلمة معناها النوعي الانقراض نكتب الانقراض كلمة مفردها الشجرة الأشجار نكتب الأشجار كلمة جمعها الأنظمة النظام نكتب النظام كلمة مضادها تصلح تفسد نكتب تفسد رقم با أكمل تقوم الحكومات بمنع نغط بمنع الصيد وإنشاء نغط للمحافظة على الحيوانات من الانقراض وإنشاء المحميات نكتب المحميات رقم جيم اقترح طرقا لتوعية الناس بأضرار قطع الأشجار عمل لافتات للتوعية بأضرار قطع الأشجار وعمل حملات توعية على الانترنت للتوعية بأضرار قطع الأشجار رقم دا الاستيخرج من الفقرة فعلا مضارعا عايز منها فعلين مضارعين فعندنا تقوم وتفسد كلمة بها لام شمسية عايز كلمتين فعندنا الصيد الناسي كلمة بها لام قمرية الحكومات المحميات المحميات كلمة كلمة تنتهي بتاء مربوطة عندنا للمحافظة وكلمة توعية كلمة بها حرف مشدد عندنا البيئي المحميات كلمة بها مد بالألف الحكومات حرف جر من حرف عطف الوا كلمة بها لام تعليل للمحافظة علامة ترقيم الفصلة رقم خمسة عبر عن كل صورة بجملة مستخدمة الكلمات التالية جيب لك كلمة هدئ من روعك أترحال أتصفح خلابة أول صورة هذه صورة غابة خلابة هنا عندينا الولد بيقرأ في الكتاب فنقوله أتصفح الكتاب وأقوم بقراءته الصورة التالية نكتب تحت منها هدئ من روعك يا أخي سأساعدك في ترتيب الألعاب الصورة رقم أربعة نكتب تحت منها أنا أحب الصفر والترحال أنا أحب الصفر والترحال رقم ستة اقرأ ثم أجب هل تخيلت يوما الحياة بدون أشجار إن الأشجار من النعم العظيمة التي أنعمها الله علينا وذلك للدور الفعال الذي تقوم به في توفير الأكسوجين الذي يحتاجه الإنسان للتنفس كذلك توفير الغذاء الصحي الذي يحافظ على صحته ليحيى حياة سليمة ألف هاتم الفقرة كلمة مفردها النعمة النعم كلمة جمعها الأدوار الدور رقم باء أذكر فائدة أخرى للأشجار غير الواردة في الفقرة الأشجار مأوى لبعض الطيور والحيوانات في رقم جيم استخرج من الفقرة كلمة بها مد بالواو يقوم كلمة ته بتاء مربوطة سليمة حرف جر في كلمة بها حرف مشدد الفعال إن العين عليها شدة مفتوحة كلمة بها تنوين حياة التاء عليها تنوين بالفاتح كلمة بها مد بالياء كلمة توفير الفاء ممدودة بالياء علامة ترقيم الفصلة أسلوب استفهام هل تخيلت يوما الحياة بدون أشجار ده أسلوب استفهام رقم سبع حل الكلمات الآتية إلى مقاطع صوتية هنا يجيبنا كلمة أترحال التاء عليها شدة مفتوحة يبقى التاء حرف ساكن وحرف متحرك فالألف والتاء الساكنة مقطع التاء والراء مقطع هنا الراء ساكنة يبقى الحرف الساكن وما قبله مقطع فالتاء والراء مقطع الحاء ممدودة بالألف يبقى الحاء والألف مقطع واللام مقطع أتصفحو هنا عندنا الفا عليها شدة مفتوحة فقالفا حرف ساكن وحرف متحرك فعندنا الألف مقطع التا مقطع الصاد والفا الساكنة مقطع الفا عليها فتحة مقطع والحا مقطع كلمة ممتعة الميم والميم مقطع التا مقطع العين مقطع والتيه مربوطة مقطع الخيزورانو الألف واللام مقطع الخاء ممدودة بالياء بالخاء والياء مقطع الزال مقطع الراء ممدودة بالألف يبقى الراء والألف مقطع والنون مقطع السلوكو السين على شدة مفتوحة يبقى الألف واللام والسين الساكنة مقطع السين عليها فتحة مقطع اللام ممدودة بالواو يبقى اللام والواو مقطع والكاف مقطع محمياتهم الحارف الساكن وما قبله مقطع يبقى الميم والحارف الساكنة مقطع عندنا هنا الياء عليها شدة يبقى الحارف متحلق وحارف ساكن فالميم والياء الساكنة مقطع الياء والألف مقطع والتاء مقطع في نشاط رقم 8 بيقول هيا نقرأ قعد طرية قصة غابات البامبو وبكده كنت صنع معكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ونصلكم بكل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر